المنتخب المغربي يعمل أعداء الجميل أهو المهاردة ده أول شي السلام عليكم أيت وقعت أنه المنتخب المغربي يعمل كده وأصلا منتخبنا كتير حلو وماشاء الله عليهم والله يحفظهم كلهم وشكرا لأنه فرحونا وفرحوا العرب كلهم وبينوا للأوروبيين أنه العرب أحلى بكثير أول وقبل كل شيء نشكره للمنتخب المغربي اليوم أبينوا على أنه مرجال دين بالصح وكنسان دوهم وكنت منه إن شاء الله وخاما نكونوا في الصدارة مهمة آلو وإن شاء الله نشرفوا العرب ككل إن شاء الله وكنت منه كذلك سعودية أهل سعودية أنا بحيي أخواني المصريين كلهم وكلهم على رأسي من فوق وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتشقيعتكم وبالروح القتالية بتاعة المتخب المغربي إن شاء الله وليد ريقنا كان عارفوه مدري كبير مليكن مع الويداني كان مع الفتح كان عارفوه قراءة ديالو تبارك الله ديمة كتكون مزيانة لعابة حية مزيانة وملعبوه في واحد احتراثية كبيرة أقلوا طور طاكتي كل إعطاء مدريب كانت نفس كانت القيتالية كانت نقود الشعب المغربي كانت نقود الشعب العربي وإن شاء الله نتمنى الماتش تكتيكي بزاف ولازم يكون في الصبر عشان لما تيجي الفرصة ان شاء الله لنجيب الجول فالحمد لله سجلنا اول هدف وبعليك الى اتفتح الماتش شوية. طبعا المنتخب المغربي بنسبة كبيرة يكون موجود في الدور التاني هل تتوقع المنتخب المغربي بعد دور 16 ممكن يروح في حتة بعيدة? والله يعني المهم الحمد لله هو يعني التلات النوعات مهمة ربحنا الماتش الحمد لله ولكن لازم نحط ترجينا في الأرض ليس أمامنا مواتش الكندا وبعدين نتكلم إن شاء الله بيزيل صراحة إحنا الحمد لله فرحانين بالفوز دي المغرب وكنا متوقعين إن شاء الله المغرب يرباح الحمد لله المغرب دايما كيف جئنا في الآخر الحمد لله المغرب مشرفنا وإحنا فرحانين بهذا الفوز وإن شاء الله كنتمحوا الفوز مع كندا ومتأكد المغرب غايفوز إن شاء الله يعرف توقعتي المنتخب المغربي النهاردة يكسب ويقدم الأداء الأكتر ويكسب 8-0 على منتخب البلجيكي صاحب برونزية كاس عامل فيه 18 أكيد كنا واتقين منهم إنهم راح يرباحو وأكيد كيف ما قعلهم قوسوط الأطلس فعلا قوسوط الأطلس الحمد لله المغرب دايما مشرفنا ودايما هز برسنا وفيفا مغرب إيه رائك في أداء منتخب المغربي النهاردة وإيه توقعتي الأداء الأكتر من رائع ده توقعت الأداء الرائع لأنه الفريق بتاعنا قوي جدا 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 بتكلم مصري صاحب؟ لا تكلم أوكي فكان يعني حاجة فخر لنا ولعبوا بقهد كبير وحاجة شرف لنا يعني حتى لو ما كانوا شفزوا كان شرف لنا أنه يلعبوا بالمستوى ده المستوى كان لائق جدا كبير جدا بدون أي أغلاط كان هدف نظيف والحمد لله يعني على الفوز وإن شاء الله لكل الفينال إن شاء الله يا رب ديما مغرب والله العظيم إذا نقول لك صراحة كنا متوقعينها كنا متوقعينها ومتوقعين جوجل صفر لأن التقة تعنا في المنتخب الوطني رأى كبيرة بزيار والحضوض عندنا كبيرة وإحنا فرقتنا مآل مني بها إن شاء الله في هذه البلاد العربية إن شاء الله أنه سيتدر واحد إن شاء الله وقع العرب كله سيشوفها إن شاء الله وقع يقول ما شاء الله تبارك الله كي كانت فرحتنا الجزائب في واحد الوقت إن شاء الله مكرناش إن شاء الله وعد من العرب يدير شي حاجة وتدت منه وخير إن شاء الله للجميع العرب فالكس العالم إن شاء الله بقول لك يا عاوص ألك سؤال بها في صراحة منتخب المغربي في مراد كندا المراد الجاية هياخذ الثلاث نقط ويطلع أول المجموعة ولا شايفي أقول لك صراحة هنغلبون إن شاء الله كندا وغاجوا ينتجوا إن شاء الله التورشي وقال الفروق إن شاء الله ومنها عاجوا ناخدها ثلاث نقطة إن شاء الله بإذن الله قال الفروق الجاية إن شاء الله عادوا منيذن نخاف من المغربي أنا والله صراحة أنا والله صراحة أتوقع أنه يكون يطف فينا لأنه شو بالتبط هذا العام هذا يعني مش نحن مش نحن فقط معنا العالم العربي كله معنا مصر معنا جزائر معنا تونس معنا لكل يعني كل يدعي معنا وإن شاء الله إحنا أملين ورح نكون حسن التمتعم وغادي نجيبه إن شاء الله كأس عادة وديما كوكابر مراكوش ضحياتي حبيبي